اشتركوا في القناة من الخاصة من وراء جهدهم اليوم بصرني كتير انتني استضيف شخص اكيد هتعجبوا بشخصيته ما رأيت علي ايام حلوة غنية ثارية لكن ما ترك بيقته الحلوة ما ترك الطبيعة ما خاني الطبيعة بنعرفكم على الاخ بكل سرور وترحيب شو اسمه؟ علي ابن هدان علي ابن هدان علي ابن هدان بكل سرور وترحيب منرحب بالاخ علي جايثي هدان يا مرحبا واهلا وسهلا فيك يا مرحبا حياة شالله ان شاء الله بالحقيقة الفكرة الحلوة والحدث الحلو انه الانسان يجمع ثروة او يعمل بجهد لكن ما يتخلى عن طبيعته وعن بيقته شو مدى علاقتك وشو حبك للطبيعة يلي خليك ما تستغني عنها شو بتعني لك الطبيعة؟ الطبيعة الحياة حيات الطبيعة البعارين ها؟ الطبيعة الغنم ها؟ 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 طبيعتي وهذي حياتي انا رجالا بسيط احب اولع الضو يعني هذي بتعني لك البساطة؟ اي اي نعم البساطة يعني لنفسي حفيف؟ خليني اكمل فضل انا ما احب حتى تقاطعني ها؟ هالحين طال عمرش لما الحطب جنبي ها؟ اجيب الحطب وحطه في المجلة حقه ها؟ وولع واصب القهوة وزينها وزينها عندنا الحمد لله فلوسنا كثيرة وممكن نجيب اللي يشل واللي يحط ها؟ لكن ما احلى من الدلة لما انها تسوتها على يد وعلى الضو ها؟ ولا ما حلى من الرجال لما انها راح يشبه ابوه ها؟ وراح يم حلاله ويم بعارينه فهالطبيعة هي زينة هي تبعث الراحة النفسية في النفس وتحسس الانسان انه لا زال لا زال يحتاج لها وانها منها وإليها وها بدأ بداياته واما الفشخرة الفاضية دي ما يحبها تلزمك بأمور ما لها داعي تلزمك بلباس فخفخاني تلزمك من مديلات في مديلات لا هي انجيت للسيارة وانجيت إلى حتى العصر يلشاهد الله هذا العصر عمرها مديد ها؟ تقشرت ونين رايحنا أفكها عصاي أحبها ها؟ وأسلم عليها كل يوم من على الصبح عزالك اي الرجالة لمنها لبس دباسة يقضي رجالا مملوح مملوح؟ اي شو بتقصد بمملوح؟ مملوح هنا يعني شكلها زين يعني ما هي مشققة اه اي حنا لبسها يعني كنت تيب نضيفة ومش مخزقة ما هي مخزقة نعم مخزقة عندكم ممزوقة ايوة ايوة عندنا المزقلة منها جاب الثوب خلاص ما لا داعي ممزوقة خلاص يعني حتى شكلها ما هو ها؟ وانتو ايش يسمون المزق؟ خزقاء خزاق؟ مخزوق مخزوق اها فانحن يعني اهم شيء الطبيعة فانحن تكلمنا على موضوع الطبيعة اللي انتي تكلمت انا فانا احب دايما البساطة احب خنجري سلاحي ميعي ارويقاتي احب الثوب المهذر المذيل هذا عندنا ما قلت شفتيه انتي ممكن ما قلت شفتيه ما ادري عندكم في لبنان يلبسونها ولا ما يلبسونها لا هذا طال عمره شمين شفة شو المساحي الطبيعي لتستعمل الحرمي؟ شبلة الخروف تعارفينه شبلة؟ لا وضح لي اكتر لو تكرمين شبلة الخروفة الذنبة ذنبة؟ الذنبة الذنبة ما هو ذنبة اها تعارفينه الذنب حق الخروف ايوة وين هو فيه؟ اه وين هو فيه؟ شو وين هو فيه؟ الذنب تعارفينها انتي ايوة بعرفو وين هو فيه؟ بالخروف عرفت يذربه اللي اسمه اللي اي والشو اللي ها هذي مكوناتها وشي يشعون يتضحكوا على الناس برأيك اي خطي يبيعوا مويد أكثر ايه ايه بساطة ايه الطبيعة من الطبيعة للطبيعة من الطبيعة سح هالحين غنمنا يسرح ويورد في بلادنا ويشرب ويأكل ويزيع ها والتالي لما نذبح التيس عندنا تيوسة لما نذبح التيس كان بسكوتة كان بسكوتة كان غزالة ها يأكل من الطبيعة ويشرب ومربنا عندنا ونمسح ويحبنا ونحبها لما نذبح ونأكلها يمحل اللحمة ها الحين اللي هذي ها هاي المساحي هاي الدواء ها لما نريجالة لينبها الحين عندنا الشيبان الشاي بعمرس بيتحصلينه مثل الاسد ها هو التجاديع التجاديع تجاديع التجاديع هذي هاي هذي ضرورية لا بد منها ودخلقون سواء نخدم مسحوق لربي ولا المسحوق اللي هو طبيعي لا الطبيعي طبعا اي لأنه أكيد الإنسان مش لما بيكبر بيصير عندونه من الخلل والضعف بالخلايا صح كيف خلال خلال يعني بيقل النمو الخلايا اللي عندك اللي بيتجدد الشباب طبيعي بالزبط اي فبس الإنسان برضو لازم يحافظ على جسمه برأيك يحافظ على جسم شف هو من طبيعته من حركته هو يتحرك مع البعالين يتحرك ممكن الإنسان يقوم بتمارين رياضية هو بيكون بحاجة لإله لأنه مهنته أو عمله ما بيقدر بيقوم بهالحركات بس حضرتك أنت عملك بيطلب أنه تلقائيا تقوم بهالأعمال هايدي فما بعتقد أنه هني لو عملوا هالأنواع من الرياضة بتكون غلط ولا شو رأيك وشو تعليقك على كلامي والله تعليقي هالرياضة هي حقيقة ضرورية لا ما هي ضرورية مش ضرورية لا ليش مش ضرورية لأن لو قلنا ضرورية معنات أن نشجع الرجال المتكاسل عن العمل نشجعه على الكسر هي الضرورية لا الكسر لكن لا نشجعه على الكسر ونقول لك لا خلك أكسل لا تشتغل لا بس تسوي رياضة ليه هو ما يشوف له الشغلة غير الرياضة يمكن هو عمله بالطلب عمل مكتبي يعني عمل أي عمل مكتبي هذا شيء ثاني هذا عمل مكتبي طول النهار يعني أكيد المفروض الواحد يرجع برضه المزرعة ما عنده مزرعة ما عنده شغل يصرح هالحين الشغل حقي المكتبي هذا ما عدي وده يستغل الوقت بحقي طيب الحين أنت ليش ما تروح لمزرعتك تشتغل وتشوف حلالك وتشوف شغلك علشان تصير رياضة في الرياضة علشان يوفق لكن نقول يعني هي الرياضة ظاهر هي مهمة للحامل بس للحامل أي بتعتقد أنه الحامل يعني لازم تقوم بكل أنواح حركة الرياضة لا في رياضة خاصة في رياضة خاصة في رياضة خاصة علشان هنا جنين وهنا حامل وهنا مشقة الحين تسعة شهر ما هي بسيطة خاصة في أخرها في أخرها يقولون المشي زين المشي زين يسهل موضوع ولادتها هذه الرياضة هي مفروضة هي الزوم للحرمة ما شاء الله كم ولد عندك والله عندي وعندش كل خير عندي عبد العزيز وعندي عبد الإله نعم وعندي واحد سميتها صالح ديت صبيع ديت ولاد ما عندك بنات عندي بنتنا اسمها صفية واحدة شو بيعمل لولادك والله يدرسون قال حين يدرسون واحدنا داخل الجامعة واحدين في الثانوي والآخر في الكفاوة والبنت باقي في رابعة وزوجتك شو بتعامل او اذا بتحب بقلك حرمتك او مدامتك شو افضل لقب بقلك بسألك زوجتك او مدامتك لا 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 ما بغى تكلم عن الموضوع هذا لان ما لش عندي اجابة فيها مرة واحدة ابدا اي يعني حتى لو صالتك سؤال ما بتجاوبني لا ما يخص الزوجة لا لا مش اشيه خاصة اي اشيه عامي شو بتعامل زوجتك برا الجوش شما تحريجيني كمان اي لان هذي عندنا مش عاكل ما انا قبيلية عارفة اسأليني بيني وبينيش بعيدنا عن الكيمرات هذه ابشر بس زوجتك يعني ام اولادك ام اولادك على عيني وعلى راسي وانا اعلمتش يا رجال انا اقول لها لا تجيب سيرت زوجتي هل حي تكررها علي عندك فكرة ان الصحفين شوية عندهم حشرية حبيت بس اخد خبر منك بس ما برضى انا تكون زالة انا انا حشري انا في زوجتي انا اعلمها انا في زوجتي والله حشري ما احبا اتكلم من زوجتي انا رجال لما اتكلمني في زوجتي والله ما اقضها لابتها جنبية والله اني لقدت ان الصحين عندي ما ترضي انتي ست حرمت ولا حرمة ضرب الحرمة عندنا عيب بعدك زعلين مني لا لا انا ماني في زعلانين لكن ابا حبيت اعلمش بتسمع اغاني او هل عندك فنان بيستهويك صوته والله كثير مثل مين خلينا نقول جهتكم انتم يعني الليبنانين اصدق جهتكم انحنا هذا اللي يقول يعني مثل ويل كفاري نعم ويل كفاري ويل كفوري كفوري لو غلطت بلفظه في نس ما بيعرفو يلفظه مش مشكلة وغيره لا لا انتي غلطة الكفاري تفوري ايوه عند هذي من هي اللي يتغني معه نوال الزغبي نوال اي هذا والله عجبوني في يعني طريقتهم ومراداتهم زي المرادات الشعرية اللي عندنا فالحين عندنا يدخل شاعر في صف ويقول قصيد ويجي الشعر الثاني عدي يرتب لها نقلة ثانية ويدخل بقولنا خلوها اختلاف هنية الموسيقى اللي تفرض نفسها على تنويع اللحن مش لحن واحد ايوه عندنا عندنا الدخلات هي الموسيقى يعني بدل الموسيقى هنية الموسيقى تفرض نفسها على تنتقل بالسلم الموسيقي الكلمة على فهو يقول ايش يقول الحبيبي انا اي من حبيبي انا يا سلام تفضل تفضل بيساعدني كتير لو سمعت صوتك تفضل اي من اغدني ولا هي ممنوع لا لا تفضل يلا بغاني انا وياك كمان من حبيبي انا ايوه رد علي ايوه 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 يا سلام يا اهلي سهلة ايوه 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 اللي بعدي هو الشي شو اللي بعدي ايوه اللي بعدي من حبيبي انا ايوه ردي علي وقول من حبيبي انا رد علي وقول ما شاء الله صوتك حلو فيه بس في عندك غنية تانية غنية غير هيدا؟ غير لأني أبغى عرف الأخيرة انت انت ان شاء الله بي نهاية الحالة بقدم لك أنا إياها هدية تبقى بتسمعها كاملة بس قلني مين فنان تاني بتحبه غير واقل الفنان الثاني الفنان الثاني سألنا إن شاء الله كمان لبناني أو عربي لأ أنا بختار واحد الحقيقة هيسمى 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 فنان مطريب أو ممثل لا يغني يغني لبناني برضو هذا إيه رجالنا راح مصر رجالنا شايب وديع الصافي وديع الصافي هم مش شايب أصلا بالحقيقة أصلا ما عند عنده شعر لا يشيبه صاروا صلاة أصلا يعني شعره قليل ما عنده شعر منقل له أصلا مش شايب لا هو صوته صوته وأداءه ويغني بشكل فيه غنيتنا والله بشكل لبناني لا هي هو هو رجال يغني لبناني ويغني مصري حبات من صوته اللبناني أو المصري أي لهجة عجبتك أكتر والله الحقيقة لا طالما هو لبناني لا لأ لأ لشان ما يعني عشان ما نقولونه مخاوزين أنا معاش هو الحقيقة بكل صوته بالصوت هو ما بدعم فيها ما بدعم ما بدعم ما في شك هو لو يغني بالتايلندي أبدع ذاك الرجال يمكن إن شاء الله منقل له منوجهه بسرلة هناك الرجال والله هني أحبها لو يغني بالتركماني حيزا الله هني متقنها فإذا منوجه له للأستاذ ودي على الصاف منقل له يا رايت بتمكن يغني بلهجة تالتة طالما أنت معاشر فيه ما شاء الله لهذه الدرجة تفجهوا له كيف؟ منقل له يعني إن شاء الله يفكر ويغني بلهجة تالتة هو يغني باللبناني الأولى لا أنا عندي إيه أنا أقول أنا عندي قصيدة ها أنا ودي أنا ودي أغني بتسمعني لو تكرمت شي ايه أنا 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 بسمع أنا قائلا قصيدة من قائلا قصيدة فيها إنجليزي وعربي ما شاء الله كان عندنا ضيوف كان عندنا ضيوف من مهمين وناس من وجهها ضيفنا الكريمة لأتى من حديثك شايفتك شوي عصبي هل هو من الأول مرة بتستضيف الكاميرا أو بتكون قدامه أو أنت طبيعتك عصبي شوي لا والله أنا أنا شوفي أنا رجال بأماني وصراحة بصراحة والله أنت زعلتيني يوم جبت شيرة الحرمة ها هذا واحدة الشي الثاني الرجال بسهل ما زالت منك أنت الضارب الضارب ها الضارب ما لشي مش بشي الضارب ينسى ها والمضروب تره ما ينسى لأنه ضربت في راسة ايه أكيد هاي دي بتأتوا ايه اختلف سمعتني خلي وحيش توحييني الضارب الحين الضارب لما هنا ضرب واحد رجال ذاني نسى بس خبري لكن المضروب خلني أعلمش أنا المضروب هيا يا رحبة الضربة تيجي في راسة ودمهي هو اللي يسي أكيد بموت هاي فهذه أتركيها ذاني شي الرجال اللي متربي مع بعرين ها حاني أنت لو تشربين لبن البعرين حاني تبصرين زي المهبولة عايفة لم أخذ لم أخذ حاني بصرين زي ها تتخلمينه وتتنرفزين حانو رجالا ماني مهبول تب خبرنا على البيت الشعر اللي بتقوله شو هو بيت الشعر طالع عمر يعني يعني هو مبني هو مبني في المزرعة اه بيت الشعر ايه تبغيين بيت الشعر ولا شعر اللي بتريدو تفسروا اللي بيت الشعر وبيت الشعر هالحيب بيت الشعر عندنا عمر سوم ومحزوم من اللي هو الصوف ها هذا واقب من البرد وهذا نقعد فيه حنا نسامر حنا الرجيل مين اللي بيخيطه ست أول رجال والله لانه بده جهد بالحقيقة الحريب وبيت الشعر شو بتحب تسمعني بيت الشعر مش من بيت الشعر والله أنا الشعر طي والله عمرك سوين قصيدة قلت فيها يا عبد الله خوف من الله سوك ل لا هذي ما يبغى لها السيداء هذي اللي معوالي كفو سمحنا كيف منعمل لا أنا أعلمش أنت الدحة اللي هي دحة هذي ها هو يبغى لش الدحة اللي هي يا عبد الله خوف من الله رح جرب معاك وإذا فشلت مسمحنا بس أروادي ورح ترتكي لأن هذي طالع عمرك هذي معوالي الكفاري أما معانا كفوري كفوري هذي هذي لكن حنا طالع عمرك هذي اسمها الدحة اللي هي يلا يا عبد الله خوف من الله سوك اللي بحر هذي ما عدل هلا طلعي قيدو قيمنا القلة والعنها رقم هنالجلة واشهده اللي إله إلا الله واشهده إلا إله إلا الله توضعت وخبرت أنه حضرتك ثري جدا وبرك الله فيك وإن شاء الله يا رب دايما الخير والأموال الطائلة قدامك إذا ما عندك مانع فيك تخبرنا كيف هالثروي هذي جمعتها وهل هي كانت ويراثة عن أهلك أو أنت بدأت بتجمع الثروي من البداية يعني والله ما جمساعدش مش مبسوط بحديثة قلهم قلهم ضيفنا الكريم شو هي آخر كلمة بتحب تقلنيها أو بتحب توجه رسالة لحدا في الحقيقة الكلمة اللي بغيت أقولها إننا حنا كنا مستضيفين شانتي في برنامج جسمه مذيع في ورطة ولا قدرنا الحقيقة نوصل مع عشرة نتيجة إلا نوع ماء فطبعا باسم الأخوان كلهم نرحب فيكي ونقول لك إحنا نسعر وانتي معنا في برنامج اسمه مذيع في ورطة يعني أنت لأنك بدوي ولا بتشعر وشعر ومعرف شو يمكن ما تعرفيني أنا ممثل اسمي عبدالله عسيري فزيع عن جد أنت فزيع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر